السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع المفيد في الريادية المستوى الخامس في صفحة خمسة وستين. دائما مع دعم الاسدوس الاول. من دوم على ساحة التمرين ثلاثة وعشرين. اعيد ورسم المثلة على ورقة بيضة باستعمال الهندسية وتطبيق القياسات. اذا انا عدوا هذا. اذا كما تلاحظوا تمانية سنتيمتر ستة سنتيمتر تمانين درجة. اذا درجة. ومن بعد ندروا. الاضلع. جيد. اذا نقدر نبدو باستة سنتيمتر مثلا. او تمانية بحال بحالة. بحالة. باكم دوب ستة مثلا. باكم السفر. تلسة. اذا هذه ستة. سنتيمتر. نسميها ا. من بعد ندروا تمانين درجة. اذا تمانين درجة. ونحطوا تمانين درجة كينا في رأس ا. بمعنى المنقالة ستتحط في ا. هكذا. الرأس المركز المنقالة يتحط في ا. ونمشي مع دلع. الصيفر على دلع هكذا. اذا لاحطوا. المركز المنقالة على. والصفر. ونتبعوا الصفر عشرة عشرين تلاتي ربعين خمسين ستين سبعين ثلاثمانين. تمانين. درجة. جيد. نصيره مع هذه النقطة هذه. وفي نفس الوقت. لاحظوا. وفي نفس الوقت ندير ثمانية. اذا هنا يدر. بالمسطرة تمانية سنتيمتر. وهنا تمانين درجة. الدرجة الثالث فهو. بدون قياس. احنا يقدر نصيره فقط. اوارا تلاتي ربعين. اداري لتصل. درجة. درجة شهر عشرة. كشتر بعد. درجة. كشتر تلاتي ربعين حسب. حسب 8 م² 0.36 ستلاتي ربعين فقط. وهذا درجة لك. تغطي المساحة. المساحة ديالة هي هذه. 8.036. طول ديالة هو ثلاثة 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 ثمان وعشرين. كلي سا لارجور. دونك سا لارجور. اي ادي القاعدة كده قليلا بريتي لارجور. شد المساحة وقسمها لطول. المساحة ياري. ونقسمها على الطول. مزيان. باش ندروا هذه العملية هذه. هي 8.036. نقسمها على ثلاثة فاصلة ثمانية وعشرين. اذا باش نتخلص من الفاصلة. كمشي ديما اللي نقسم عليه. عندي ارقة بمعنى نضرب في مياه جوج اصفر. وهنا في مياه. اذا نضرب في مياه جديد الفاصلة برطبة اثنان برطباتين. وهناي اضد برطباتين بمعنى ما تقعش. ذك شير اضربنا في ثمانية. اذا ثلاثة ديالارقام ثلاثة ديالارقام ثلاثة ديالارقام ثلاثة ديالارقام ثلاثة ثلاثة فاجوج. لنك جوج تمانية سستاش. جوج في جوج ربعة واحد ووحت خمسة ثلاثة استة. ثلاثة ناقي ستة سبعة عشرة ناقي ستة اربعة واتمانية ناقص واحد ثلاثة ناقي سبعة واحد. طيب انا غنزلو نزلو دا بستة وميور س염ة AWS صار من ثلاثة وعشرين يعني مزيان انا نزلو دا بستة اللي هو العشور برطب نجرب 4 4 في 8 32 4 في جوج 8 و 3 11 4 في 3 12 1 6 ناقص جوج 7 ناقص 1 4 ناقص ثلاثة صيفر 14 صغر نزيد صيفر ونكمل نشوف مربما تضبط الخارج 16 فيها 5 5 8 5 10 ونزيد احتفاظي 14 5 3 51 يعني مزيد يعني ايارك جوج فاصيلة خمسة وربعين اذا العرض هو يعني العرض هو جوج فاصيلة خمسة وربعين نحن سوف القياسات المطلوبة دون استعمال المين قال كان قياس زاوية سي او بي سي او بي اذا كان ما نطلعها هي هذه الزاوية كان ما كتلاحظه وعدنا 52 وهذا متلة قائم الزاوية في بي اذا كان عرف هنا مجموعة الزاوية المتلة 180 زاوية قائمة 90 وهذا وجوجه 90 درجة يعني المجموع لهم 90 درجة اذا سي او بي 90 نقص من 52 تبقى 38 وبالتالي ذي الزاوية 38 قياس الزاوية اا سي دي اا سي دي يعني هذه الزاوية هذي كان عرف هنا مجموعة الزاوية المتلة هو 180 درجة عندي هذه 100 وعندي هذه 44 نجمعهم نطرح من المجموع له 180 درجة اذا اا سي دي هي 180 وهو مجموع زاوية المتلة نطرحه من المجموع ذي الزاوية 200 درجة زاوية 44 درجة اذا هنا 100 زاوية 44 يعني 144 144 يعني 880 اذا تعطي ني 36 درجة وبالفعل 36 اللي جمعتها معها 44 فتعطي ني 80 80 زاوية 100 تعطي ني 180 درجة مجموع قياس زاوية الشيب المنحارف ابي سي دي يتنقى ابي سي دي يلا بغينا نجمعه دونك هذي 90 درجة نضيفوا عليها هذ المجموع الزاوية 52 زاوية 36 باش اعطينا كامل اللي هي 88 درجة ثم نضيف 44 درجة ثم نضيف مئة درجة ولكن مئة درجة خاصة نضيفه هذ الزاوية 38 درجة يعني المجموع ومئة وتمانية وتلاتون درجة اذا الصفر زايد 8 8 زايد اربعة 12 زايد تمانية 20 نحتفظ باثنان تسعة زايد تمانية 17 زايد اربعة واحد وعشرون زايد تلاتة اربعة وعشرون زايد احتفاظ 26 اثنان زايد واحد تلاتة تلاتة ومئة وستون درجة كنعرفوا يعني ديما مجموعة اي مضلع ربعي الزاوية تلاتة وستون درجة جيد بشيول تمرين ستة وعشرون يتوفر مركب الشراعين على الشكل المثلث لهم هذو الاول قياس ارتفاعي خمسة متر فاصلة اربعة وقياس قاعدته ربعة متر فاصلة خمسة والتاني تاور ارتفاع دياله وقاعدة دياله احسو القياس مساحة الشراع الاول اذا مساحة الشراع الاول اه القاعدة كتقول لي هي القاعدة في الارتفاع قسمة اثنان هذي مساحة متلت مساحة متلت جيد اذا التطبيق العددي اه الشراع الاول لقياس ارتفاعه قاعدته دونك خمسة فاصلة ربعة ولا اربعة فاصلة خمسة لان الضرب تبادلي يعني ان خط قلبهم ماشي مشكل قسمة اثنان دونك خمسة فاصلة ربعة ضرب اربعة فاصلة خمسة اذا خمسة ضرب اربعة عشرون خمسة ضرب ارم على خمسة والاشون سبع عشر ستة عشر واحد وعشرون السفر ستة عشر اربعة اثنان واحد اثنان واحد اثنان اと思います اذا اربع وعشرون فاصلة تلاتون. نقسمها على اربعة اشهون فاصيلة ثلاثون. نقسمها على اثنين. اذا نأخذ رقم. في واحد. والباقي صفر. نزل اربعة. في اثنين والباقي سفر. نزل تلاتة. فيها اذا تلاتة. را هو العشر خسين دير فاصيلة. في واحد والباقي واحد. نزل سفر. فيها خمسة. والباقي سافر اذا اثنى عشر فاصلة خمسة عشر انطبطها المتر مربع لان المساحة تكون بالمربع آآ جيد بمشيول مساحة الشراع الثاني نقطة هو نفس الطريقة نكتب القاعدة اللي هي مساحة المتلت تساوي القاعدة في الارتفاع قسمة اثنان وقالنا القاعدة والارتفاع كنعرفهم دائما بالزاوية القايمة آآ نطبط در تطبيق عدد تلاتة فاصلة اربعة لهو القاعدة نضرب اربعة فاصلة ثلاثة اللي هو الارتفاع قسمة اثنان لك نقوم بالعملية الحسابية تلاتة فاصلة اربعة ضرب اربعة فاصلة ثلاثة اثنى عشر تسعة عشرة اربعة في اربعة ستة عشر واحد اثنى عشر تلاتة عشر اثنان ستة اربعة واحد رقمان وراء الفاصلة اذا اربعة تعشر فاصلة اثنان وستون نقوم بالقسمة على اثنان ضرب فيها سبعة الباقي السفر انزل ستة ستة كمفة من اثنان فيها تلاتة انطبط حندي الفاصلة انا العشر ثم انزل اثنان فيها واحد اذا سبعة فاصلة واحد وتلاتون انطبط حال الواحدة ما نسوهاش متر مربع جيد الآن السؤال الاخير ما مساح التوب الذي ستحتاج لانشاء الشراعين معا اذا عمليات الجمع نجمع التوب الاول مع التوب التاني اذا مساحة التوب اثنان عشر فاصلة خمسة عشر نجمعها مع سبعة فاصلة واحد وتلاتون خمسة زايد واحد ستة واحد زايد ثلاثة اربعة اثنان زايد سبعة تسعة واحد زايد الاشي واحد ومنسوش متر مربع جيد بشو التمرين سبعة واعشرون دنك جلي اتنتيب من لداني اجي فكتيه الكالكول دماندي دنك الكاتر تريانجل سان اكيلاتيغو يعني المتالاتات الاربعة متساوية الادلاع يعني الادلاع كلها متساوية نحضو جميع هذه الادلاع لان ايكيلاتيغال هي متساوية الادلاع يعني جميع الادلاع متقاييسة ايكيلاتيغو. اه لپيرامتر دي كاري مزور سوسنتكاتر سنتيمتر. دمك الپيرامتر اللي هو هذا ديال المربع كنعرفو الپيرامتر هو مجموع الادلاع الاربعة اذا الربعة وستين اللي هو الپيرامتر نقسمه على الاربعة. إلا بغيت فضل على الموحيد كتقسمه على الاربعة الادلاع. اربعة وستين نقسمه على الاربعة. دونك هي ستاش السنتيمتر. جيد. اذا عدي كلها ديالة في ستاش السنتيمتر. اه ده بجو كالكول لپيرامتر ديالة فيجور. دونك اللي بغيت الپيرامتر يعني مجموعة الادلاع الخارجية. الادلاع الخارجية اللي لاحتو ركنين. شحال ما نضي لعدنا في مجموعة الخارجية. عدي تمانية. كل الموثلة فيه جوج. اذا تمانية. اذا ستاش نضرب في تمانية. او تمانية نضرب في ستاش. دونك تمانية ستة. تمانية واربعين. نحفظ تمانية في واحد. تمانية واربعة تناش سنتيمتر. متنا والله سورفاس غوز. دونك لابغيت المساحة الغوز. اذا يكفي نحسب مساحة متلت واحد. ونضرب في ربعة المتلتات. دونك المساحة ديال المتلت هي دائما القاعدة. في الارتفاع. وباش كنعرف القاعدة والارتفاع بساوية قائمة. اذا القاعدة هي ستاش. الارتفاع طولية واربعتاش قسمة اثنان. هنا نقدر نوفر شيء نضربه في الارتفاع لان علاش عندي اربعة ديال المتلتات. واحد جوش ثلاثة اربعة. هي المساحة. دونك ستاش في الارتفاع. نضرب العملية. اربعة وعشرين. اربعة في واحد اربعة الاحتفاع تستة. هنا واحد ستاش ستاش ونجمع. ناش اثنان. دونك هذي هنقسمها على جوش. دونك بلا ما ندر بالعملية لان مية واثناش. مية واثناش ضربة اربعة. اربعة في جوش ثمانية. اربعة اربعة. دونك. كاترسان كارانت وي سنتيمتر. او كاري. هذه هي الصفحة ديال الارتفاع غوز. دونك حسبنا مساحة متلت واحد. ضربناها في اربعة علاش حين تعدي الربعة ديال المتلات. دونك لهنا انهاينا صفحة خمسة وستين من المفيد في الرياضيات للمستوى الخامس فدائي. لا تستطيع لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.